موسيقى أهلا بكم في مرايا خلصت حسامها أبو فهد وانتقل ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز بالمرأة السعودية إلى مراق العقل والعدل بعد عقود عقود من الجدل حولها هل يحق للمرأة أن تقود السيارة على الطرقات أو لا انتهت القصة انتهت بقرار سامن من رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان صار يحق لها وما لحد حق عندها يمكن اللي بره السعودية يستغرب يستغرب كيف قضية فنية مرورية تأخذ كل هذا الجهد والوقت والسنوات واللغط والتكفير بصراحة اللي يستغرب مع حق يعني في البداية مع حق لكن لما نتأمل أكثر في القصة ونشوف ايش وليش أخذت هذا الحجم الحجم الوهمي نعرف لماذا صارت القصة بهذه الضخامة بحيث أنه قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة أخذ كل هذا الصداء العالمي بل وتصدر نشرات الأخبار العالمية نعم العالمية وهنا أهم دولة في العالم من خلال رئيسها اللي هو طبعا أهم دولة في العالم أمريكا دونالد ترامب يهنأ السعودية بهذا القرار نرجع شوي وراء نقول مثلا نذكر أبرز حدث في مطلع التسعينة تحديدا نوفمبر ألف تسعمية تسع ألف تسعمية وتسعين ثارت القضية بعد أن قرر مجموعة من النساء السعوديات أخذ المبادرة وقيادة سيارتهم بدون أي غطاء قانوني أو نظامي ممكن كان وقته يمشي الأمر عادي يعني لكن اللي صار بالإضافة طبعا أن وقتها كان الوضع حرج الوضع الأمني والسياسي بسبب طبعا نعرف غزو صدام للكويت أغسطس 1990 وتهديد للسعودية لكن بالإضافة لهذا لهذا البعد الخارجي والتهديد الحقيقي هو أن جماعات الأصوليين الحركيين داخل البلد أتباع محمد سرور وجماعة الأخوان المسلمين سلمان العودة وسفر الحوالي أشعلوا أزمة في البلد أشعلوا أزمة حقيقية في البلد فوقتها وابتزوا الحكومة وكفروا النساء وشهروا بعوائلهم كلنا نذكر البيانات يعني ما نسينا القصة والوثاق كلها موجودة هل كان يمكن حسم القصة وإغلاق الملف من قديم؟ ممكن لكن الآن حسم هذا الملف اللي ابتز به أعداء السعودية البلد حتى وصلت القصة يعني من الأحيان شيء صراحة مثيرة لشمئزاس أنه مخرفين الإيدلوجية الخمينية وهم أعداء المرأة أصلا والتقارير عنهم زي الرز صاروا يتندرون بالسعودية ويشهرون بها في المحافل الدولية بسبب هذه القضية وأنهم هم ما غيرهم أتباع الخمينية شلة أحمد جنة ونسوان الحرس الثوري الخميني هم أهل التحضر وأنصار قضية المرأة هكذا يسوقون أنفسهم في الإعلام الخارج للنكاية بالسعودية يعني فعلا هزلت من يصدق أننا أغلقنا هذا الملف العجيب وبقرار مهيب من ملك حازم أريب وبهذه السلاسة والكياسة المهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان مبروك للمرأة السعودية مبروك للعقل مبروك للعدل شكرا ملك الحزم سلمان الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة حيث صدر أمر باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها اصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء الأمر الموجه لوزير الداخلية السعودي وجه بتشكيل لجنة على مستوى عالم من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك وعلى اللجنة رفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخه وأن يكون التنفيذ في العاشر من شوال من العام الهجري الحالي وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة وجاء في نص الأمر الملكي الإشارة إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة مركبة والإيجابيات المتوخات من السماح لها بذلك المرأة السعودية من نجد والحجاز والأحساء والجوف وتبوك وعسير واتهامة ونجران كل أنحاء البلد وجهاته هذه المرأة هي مثال حقيقي للجد والعمل والإنجاز أمس وقبل أمس واليوم وغدا غدا لمطيري علمة سعودية حصلت على جائزة الإبداع العلمي وسجلت إنجازات في تقنية النانو في الولايات المتحدة رزان لاغيل مثلت المملكة العربية السعودية كأول سفيرة في مؤتمر الأمم المتحدة للشباب مشاعر الشميمري أول سعودية تعمل في وكالة ناسا للفضاء سامية العمودي حصلت على جائزة أشجع امرأة دولية المقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية عام 2007 حياة سيندي حصلت مع فريقها الألمي على جائزة المركز الأول في مسابقة خطة العمل للمشاريع الاجتماعية في جامعة أربرد للأعمال صار عطار أول رياضية سعودية تشارك في الألعاب الأولمبية بصراحة كثير كثير اللي ساهموا في الوصول لهذا اليوم يوم أخذ المرأة السعودية حقها الطبيعي على يد القيادة السلمانية من هؤلاء صحفيين ونشطاء وأكاديميين وكتاب وعضاء شورى طبعا مثل الدكتور محمد آل زلفة وعضو الشورى النشطة الدكتورة لطيفة الشعلان إيجابيات هذا القرار في هذه اللحظة اللحظة التاريخية واللحظة التي أنا شخصيا أشعر بأنني مستثارة جدا لا يمكن التعبير عنها نحتاج وقت رغم أن لدي ملفات تراكمة عن هذا الحق وعن معاناة النساء وعن كلفة هذا الأمر وهذا الشيء أيضا مهم كلفته على المملكة من النواحي السياسية من ناحية هجمات الصحافة الأجنبية من ناحية المنظمات الحقوقية فهذا فعلا يوم تاريخي اليوم الذي حقا أنا لا أجد الكلمات التي يمكن أن تعبر عن شعوري وعن شعور مئات الآلاف من النساء السعوديات شعورنا بالإمتنان لأن هذا يوم فعلا الملك سلمان فيه ينتصر لملف حقوق الإنسان عامة ولملف حقوق المرأة خاصة هذا الأمر منح المرأة السعودية حقها التلقائي خلينا نقول في قيادة السيارة ليس أمرا منبتا في الفراغ لا هو تعبير عن رؤية أشمل لدور ومستقبل المرأة السعودية رؤية عبر عنها عراب الرؤية السعودية بلا شك أن المرأة عملها ومهم جدا وهي نصف المجتمع ويبدو أنها تكون فعالة ومنتجة في وطننا السعودية قيادة المرأة هي ليست قيادة دينية بقدر ما هي قيادة لا علاقة بالمجتمع نفسه يقبلها أو يرفضها إلى اليوم المجتمع غير مختنع بقيادة المرأة ويعتقد أنه لها تبعات سلبية جدا إذا سمح بقيادة المرأة لكن أؤكد أنه هذه مسألة لها علاقة بشكل كامل برغبة المجتمع السعودي لا نستطيع أن نفرض عليه شيء لا يريده لكن المستقبل تحدث فيه متغيرات ونتمنى دائماً أنها تكون متغيرات إيجابية فعلاً المجتمع السعودي هذه السنوات هذه السنة هذه الأشهر يتحرك بسرعة وإيقاع يفاجئ الجميع وتتواكب معه القيادة وتسبقه أحياناً أي شيء يصير في السعودية خاصة في مسائل الإصلاح والإنفتاح هو بطبيعته بشكل أوتوماتيك يعني خبر عالمي بالضرورة ليه؟ إحنا نتحدث عن مهد الإسلام نبع العرب موطن الحزب صور الانتصار للمرأة السعودية تصدرت مواقع الإعلام الغربي الذي لا طالما انشغل بقضية حق المرأة بقيادة السيارة فرحة النساء المملكة عكست هذا التليغراف فرحة تقول الصحيفة إن الإعلام السعودي أوردها وردت عليها واشنطن في الوقت نفسه بالترحيب السين أن أوردت الخبر أيضاً قيادة المرأة للسيارة تقول نيويورك تايمز إنها أتت بزخم من قيادة ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان الذي يلقي بذور التغيير والإصلاح رغم التحديات الكبيرة بالتوازي احتفت لوموند الفرنسية بالقرار مؤكدة أن المملكة تتاجه بعزم وثقة نحو تنفيذ خطتها عشرين ثلاثين احتفاء الإعلام التقليدي وكبت احتفالية خاصة على منصات التواصل التي ضجرت بتعليقات وصور لم تخلو من الفكاهة من سار على الدرب وصل ومن وصل عانق صدر الضفر والمجد المرأة السعودية تغذ السيرة بهمة أهلها ووطنها جهة المستقبل الوضاء وطوينا صفحة صفحة سيخبر التاريخ لاحقا عنها أنها كانت موجودة شكرا لكل من خلصنا من هذه الصفحة الكئيبة شكرا للسعودية كل السعودية وفي مقدمتهم الملك سلمان فشكرا أبو فهد قال الشاعر العراقي المعروف الجواهري مع التعديل يا سيدي أسعف فمي ليقول في عيد رؤيتك الجميل جميلة أسعف فمي يعطيك حرا ناطفا عسلا وليس مداهنا معسولا إلى اللقاء ي wähل ثم ما قів واق اضع ي عور you ي ي